نبقى في نينوى حيث وقام عدد من السياسين والناشطين المدنيين في الموصل مؤتمرا لتقويم عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية والتركيز على مواطن الخلل وتصحيحها إضافة إلى تحسين واقع الخدمات المقدمات للمواطنين هذا وأكد عدد من المسؤولين المحليين ومديري الدوائر اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمتجاوزين على دوائر الدولة وممتلكات المواطنين مشددين على أهمية تقويم عمل الدوائر والمؤسسات بما يخدم مصلحة المواطن والمدينة هناك جهات رقابية النزاهة التفتيش ديوان الرقابة المالية يتابع عمل الدوائر إضافة إلى السلطة الرابعة الصحافة ولكن نعتقد مثل هذه المؤتمرات من شأنها هو خاصة يحضرها عدد من الشيوخ وجهاء المدينة والمثقفين في تقويم عمل الدوائر أعتقد هذه تكون بادرات جيدة من أجل أن تكون هناك متابعات حقيقية من أبناء المحافظة لمشاريع وموازنة محافظة نينوى تم مناقشة الكثير من النقاط المهمة التي تعيد نينوى إلى العمل المؤسساتي الحقيقة سيكون متابعة حقيقية بعد الخروج من هذا المؤتمر بلجان تتابع عمل دوائر نينوى وهناك بيان ختامي تم صياغته سيتم إرسال نسخة من هذا البيان إلى رئيس المجلس وإلى سيد محافظ نينوى وإلى الرئاسات الثلاثة ترجمة نانسي قنقر